لبنان لم يعد يستقبل رسميا اي لاجئ سوري باستثناء الحالات الانسانية بسبب عدم قدرته على استقبال المزيد فاعداد اللاجئين الهاربين من الحرب في سوريا الى لبنان والمسجلين في مفوضية اللاجئين لدى الامم المتحدة تخطط المليون ومائتي الف لاجئ ناهيك عن مئات الاف النازحين الاخرين غير المسجلين في هذا الاطار انعقدت في السراي الحكومي اللجنة الوزارية الملجى بمتابعة هذا الملف برئاسة الرئيس سلام لاستكمال البحث في الاجراءات الايلة الى التخفيف من اعبائه واعادت اللجنة مشروعا لعرضه على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة وعلى رأس بنوده وقف النزوح نهائيا والاجراءات الواجب اتخاذها لهذه الغاية وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس اكد لتلفزيون مستقبل ان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ابلغت بهذا القرار وان الحكومة مضطرة بدافع المصلحة الوطنية ان تضع حدا للنزوح هناك فرق جوهري بين كلمة وقف النزوح او اقفال الحدود الحدود لم تقفل ولا اظن انها ستقفل الا في حالة طريقة ولمدة محددة اما وقف النزوح فهو امر نهائي لان لبنان لم يعد يستطيع ان يتحمل مزيدا من النزوح ولانه لم تعد هناك حاجة للنزوح بالنسبة للموجودين تقرر بصورة دورية اعادة تقويم اوضاعهم وتأكد من انطباق صفات النزوح على الموجودين وفي وقت قالت ممثلة المفوضية العليا لشؤون النازحين نينت كالي ان ارقام الذين يقصدون المفوضية طلبا للتسجيل انخفطت ما بين 75 الى 90% ما يؤكد ان الاجراءات المتخذة على الحدود بدأت تفعل فعلها حيث ان اعداد النازحين انخفضت 40 الفا هذا الشهر وتموح الحكومة يقضي بتخفيضه الى صفر